معنا في الستيديو محمد العربي زيتوت الدبلوماسي السابق عضو أمانة حركة رشاد محمد العربي زيتوت مرحبا بك كدبلوماسي سابق طبعا الانتخابات الرئاسية مقبلة الجزائي ليست بلدا عاديا يعني بموقع الاستراتيجي هناك الأكيد حسابات في الداخل لهذه الانتخابات مع قرع طبول العهد الخامسة ولواء متقاعد يقول أنه له خطة حربية حتى أنه كجنرال في سؤال رد بأنه عادة عندما يوجه خصومه لا يأبه بما يعدون وأنه قادر على قلب الطاولة إما أنا وهذا النظام في مقابل تحسبات بالتأكيد من الخارج بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك المشاهدين الكرام بكل ما تأكيد أن ما يحدث اليوم في الجزائر بالغ الأهمية ويؤدي إلى اهتمام عالمي اهتمام عالمي في حدود معينة يعني مش اهتمام عالمي بما على أساس أن الجزائر وصلت شيء وإنما فقط القوى الكبرى تخشى من أمرين اثنين تخشى من أن تتحرر الجزائر أو أن تذهب إلى فوضى عارمة فهم يريدون جزائر ضعيفة جزائر تستوري تقريبا كل شيء ما تأكل ما تشرب ما تلبس دواءها كل شيء مع أنها قارة جزائر يحكمها من يذهب إلى السفراء أو من يذهب إلى المخابرات الدولية من يذهب إلى رؤساء الدول ليطلب مساعدتهم ودعمهم ورضاهم هذا ما تريده القوى الكبرى وللأسف كثير من جزائرين خاصة طبق الحاكمة إذا وضعناها بين 36 قوس قضية الحاكمة يعتمدون أساسا على الخارج لولا أن القوى الكبرى راضية وكل قوى الكبرى بالمناسبة أنت ترى أن القوى الكبرى قد تتصادم في بعض الدول روسيا أمريكا أحيانا تتصادم وتصادم اليوم في فنزويلا على سبيل المثال أمريكا والصين تتصادم في إفريقيا فرنسا وإيطاليا فرنسا وإيطاليا في ليبيا مثلا في حرب فيما يخص الجزائر تقريبا هناك إجمع بين القوى الكبرى الاستعمارية على أن تبقى الجزائر كما هي لأن النظام قام بإعطاء كل جهة ما تريد أن تأخذ من الجزائر المهم خلوني نحكم خلوني نسير هذا البلاد خلوني نسير هذا البلاد يعني خلوني ننهب هذا البلاد بعبارة أدق ولذلك فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وألمانيا وتركيا كلهم متفقين على أن يبقى الوضع كما هو على حاله يبقى معنا محمد الغرفي زيتوتلو سمع ترجمة نانسي قنقر